السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع أزائنا طلاب الصف الحادي عشر علمي وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة الثامنة الدرس الأول مبدأ العد الأساسي الجزء الثاني أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو استعمال مبدأ الضرب في العد التعرف على مضروب العدد وآخيرا ترتيب عناصر متميزة نتأمل في بداية أعزائي الطلاب السؤال التالي هناك ثلاثة طرق من المدينة A إلى المدينة B وطريقان من المدينة B إلى المدينة C كم عدد خيارات الطرق التي يمكن استعمالها للانتقال من المدينة A إلى المدينة C مرورا بالمدينة B ماذا يعني هذا الكلام؟ لدينا ثلاثة مدن A وB وC للانتقال من المدينة A إلى المدينة B هناك ثلاثة طرق فمثلا هناك طريق يمكن من خلاله ركوب الحافلة ولتكن رمزها S وطريق آخر من خلاله يمكن ركوب السيارة ولتكن R وأما الطريق الثالث يمكن من خلاله ركوب القطار وليكن N أما للانتقال من المدينة B إلى المدينة C فهناك طريقان يمكن في الطريق الأول الانتقال مشا على الأقدام وليكن رمزه K وطريق الثاني يمكن من خلاله ركوب الدراجة وليكن L ما رأيكم الآن؟ هل يمكن معرفة عدد خيارات الطرق للانتقال من المدينة A إلى المدينة C من خلال B؟ يمكننا ذلك عزائي الطلاب من خلال مخطط الشجرة فأولا لدينا ثلاثة طرق وهي SRN الانتقال بالحافلة أو بالسيارة أو بالركوب القطار ومن ثم للانتقال من B إلى C هناك طريقان وهما K و L وبالتالي يمكن كتابة نتائج مخطط الشجرة كما يلي أولا NK و NL ثم RK RL وأخيرا SK و SL وما رأيكم الآن؟ كم عدد خيارات الطرق؟ أحسنتم يمكننا ملاحظة أنه يوجد ستة طرق وهل نستطيع اعتماد مبدأ الضرب في العد في إيجاد عدد هذه الطرق؟ أحسنتم يمكن ذلك على اعتبار أن الانتقال من المدينة A إلى المدينة B هو المرحلة الأولى وتتكون من ثلاثة طرق مختلفة فنكتب 3 والانتقال من المدينة B إلى المدينة C يعتبر المرحلة الثانية وبها طريقان ونكتب 2 وبالتالي 3 times 2 فنحصل على 6 إذن يوجد ستة طرق للوصول من المدينة A إلى المدينة C مرورا بالمدينة B لنأخذ الآن المثال الثاني صفحة 157 ما عدد الأعداد الزوجية التي تتكون من ثلاثة أرقام؟ الحل هذه الأعداد مكونة من ثلاثة أرقام وبالتالي توجد ثلاث خانات ماذا يمكن أن نسمي الخانة على اليمين هنا؟ حسنتم خانة الأحاد وماذا عن هذه الخانة؟ نعم خانة العشرات وأخيرا خانة المئات ونبدأ بخانة المئات ما رأيكم عزائي؟ ما عدد الأرقام الممكنة التي يمكن اختيارها في خانة المئات؟ لنرى ذلك إن العدد 236 هو عدد مكون من ثلاثة أرقام والعدد 105 هو أيضا عدد مكون من ثلاثة أرقام وكذلك العدد 430 هو عدد مكون من ثلاثة أرقام ولكن ماذا عن العدد 056؟ محسنتم هو مكون من رقمين لأن العدد 056 هو عبارة عن 56 فهو مكون من رقمين عشرات وأحد ولكن المطلوب العدد المكون من ثلاثة أرقام ولكن المطلوب العدد المكون من ثلاثة أرقام ننتقل للخانة الثانية خانة العشرات ما رأيكم؟ كم رقما يمكن استخدامه في خانة العشرات؟ أحسنتم، في خانة العشرات يمكن استخدام أي رقم وبالتالي نكتب 10 ولننتقل لخانة الأحد كم رقما يمكن استخدامه في خانة الأحد؟ أحسنتم، يمكنكم من السؤال ملاحظة أن المطلوب هو الأعداد الزوجية فقط وكيف نحدد فيما إذا كان العدد زوجيا أم لا؟ نعم، يكون العدد زوجيا إذا كان رقم أحده أحد الأرقام التالية 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 وكمثال على ذلك العدد 268 هو عدد زوجي لأن أحده 8 والعدد 510 هو عدد زوجي أيضا لأن أحده 0 بينما العدد 461 هو ليس زوجيا لأن أحده 1 وبالتالي في خانة الأحد يمكن استخدام أحد الأرقام الخمسة التالية 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 أي توجد خمسة أرقام ونكتب 5 ومن خلال اعتماد مبدأ الضرب في العد نحصل على 9 x 10 x 5 وبالحساب نحصل على 450 إذن يوجد 450 عددا زوجيا مكونا من ثلاثة أرقام إذن يوجد 450 عددا زوجيا مكونا من ثلاثة أرقام حاول أن تحل التمرين السادس صفحة 160 مع عدد الأعداد الفردية المكونة من أربعة أرقام والآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو ثم حاول حل التمرين والآن قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك الحل العداد مكونة من أربعة أرقام وبالتالي توجد أربعة خانات أحد وعشرات ومئات وألوف والنبدأ بخانة الألوف ما رأيكم كم عدد يمكن استعماله في خانة الألوف؟ لنرى ذلك إن العدد 2,125 هو مكون من أربعة أرقام والعدد 1,05 مكون من أربعة أرقام أيضا وكذلك العدد 3,000 هو مكون من أربعة أرقام بينما العدد 0,146 مكون من ثلاثة أرقام لأن 0,146 هو عبارة عن 146 وبالتالي الرقم الأول في خانة الألوف لا يمكن أن يكون 0 أي يمكن استخدام أي رقم؟ عدد 0 فماذا نكتب؟ أحسنتم نكتب 9 لنتقل للخانة الثانية خانة المئات ما عدد الأرقام التي يمكن استعمالها في هذه الخانة؟ أحسنتم في خانة المئات يمكن استخدام أي رقم بالتالي نكتب 10 وماذا عن خانة العشرات؟ كم رقما يمكن استخدامه في هذه الخانة؟ أحسنتم في خانة العشرات أيضا يمكن استخدام أي رقم ونكتب 10 أيضا وماذا عن خانة الأحاد؟ ما رأيكم؟ أحسنتم كما فعلنا في المثال المطلوب عدد الأعداد الفردية فكيف نحدد فيما إذا كان العدد فرديا أم لا؟ لنرى ذلك يكون العدد فرديا إذا كان رقم أحده أحد الأرقام التالية 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 فمثلا العدد 1523 هو عدد فردي لأن أحده 3 والعدد 40005 هو عدد فردي أيضا لأن أحده 5 بينما العدد 35004 هو ليس فرديا لأن أحده 4 وبالتالي في خانة الأحاد يمكن استخدام أحد الأرقام الخمسة 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 ونكتب 5 ومن خلال اعتماد مبدأ الضرب في العد نحصل على 9 x 10 x 10 x 5 وبالحساب نحصل على 4500 إذن يوجد 4500 عددا فرديا مكونا من أربعة أرقام لنأخذ الآن المثال الثالث صفحة 157 في أمريكا الشمالية 680 مفتاحا للمكالمات الهادفية المحلية لم يستعمل منها لغاية يوليو 2013 سوى 390 مفتاحا المفتاح عبارة عن رمز يتألف من ثلاثة أرقام أولا مع عدد المفاتيح التي لم يتم استعمالها ثانيا مع عدد أرقام الهاتف الإضافية التي تنتج عند استعمال جميع رموز المفاتيح غير المستعملة يتألف رقم الهاتف الذي يلي رمز المفتاح المحلي من سبعة أرقام الحل ونبدأ بالجزء A المطلوب إيجاد عدد المفاتيح التي لم يتم استعمالها ما عدد المفاتيح الكلي؟ نعم يوجد 680 مفتاحا ما عدد المفاتيح المستعملة؟ نعم 390 مفتاحا وبالتالي عدد المفاتيح غير المستعملة هو عبارة عن ناتج الطرح أي 680-390 equals 290 ننتقل لجزء B نريد إيجاد عدد الأرقام الهاتف الإضافية التي تنتج عند استعمال جميع رموز المفاتيح غير المستعملة ولاحظوا أن المطلوبة عند استعمال جميع رموز المفاتيح غير المستعملة وبالتالي نحسب أولاً عدد أرقام الهاتف المتاحة لكل مفتاح ولاحظوا أن الرمز المفتاح المحلي مكون من سبعة أرقام وبالتالي توجد سبعة خانات ونبدأ بالخانة الأولى ما عدد الأرقام الممكنة للخانة الأولى؟ نعم يمكن استعمال أي رقم من الأرقام العشرة من 0 إلى 9 وبالتالي نكتب 10 ولا ننتقل للخانة الثانية ما عدد أرقام الممكنة التي يمكن استعمالها في هذه الخانة؟ نعم أيضاً يمكن استعمال أي رقم من 0 إلى 9 فنكتب 10 وماذا عن الخانة الثالثة؟ وكذلك الأمر بالنسبة للخانة الثالثة توجد عشرة أرقام ونكتب 10 ونفس الأمر لبقية الخانات فنكتب 10 في الخانة الرابعة وتن في الخانة الخامسة وتن في السادسة وأخيراً نكتب 10 في الخانة السابعة حيث لا يوجد أي شرط على عدم تكرار الرقم وبالتالي يمكن استعمال أي رقم من 0 إلى 9 في كل الخانات ومن خلال اعتماد مبدأ الضرب في العد نحصل على 10 مضرباً بنفسه سبع مرات أي 10 to the power of 7 إذن عدد أرقام الهاتف المتاحة لكل مفتاح هو 10 to the power of 7 وكيف نحصل على عدد أرقام الهاتف الإضافية لجميع رموز المفاتيح غير المستعملة؟ أحسنتم لدينا عدد المفاتيح غير المستعملة 290 وعدد أرقام الهاتف في المتاحة لكل مفتاح 10 to the power of 7 وبالتالي باعتماد مبدأ الضرب في العد أيضاً 290 times 10 to the power of 7 وبالحساب نحصل على 2.900 مليون إذن يمكن نظرياً الحصول على 2.9 بليون رقم هاتف إضافي من المفاتيح التي لم تستعمل حتى يوليو 2013 حاول أن تحل التمرين السابع صفحة 160 ما عدد لوحات السيارات التي يمكن تشكيلها إذا كانت اللوحة تحوي خمسة رموز من أرقام أو أحرف اللغة الإنجليزية والآن أوقف الفيديو ثم حاول حل التمرين والآن عزيزي الطالب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك الحل إن اللوحة تحوي خمسة رموز وبالتالي توجد خمس خانات ما عدد الأرقام الممكنة؟ من الممكن اختيار أي رقم من الأرقام التالية من 0 إلى 9 وبالتالي توجد 10 أرقام ما عدد أحرف اللغة الإنجليزية؟ نعم عدد أحرف اللغة الإنجليزية هو 26 حرف ولاحظوا معي أن اللوحة تحوي خمسة رموز من أرقام أو أحرف وبالتالي الخانة الأولى ممكن أن تكون حرفا أو رقما وأيضا لبقية الخانات فكل خانة من الخانات يمكن أن تكون حرفا أو رقما إذن لدينا 10 أرقام ولدينا 26 حرفا وبالجمع نحصل على 26 plus 10 equals 36 أي يوجد أمامنا 36 خيارا للخانة الأولى مكونة من أحرف أو أرقام وكذلك الأمر لبقية الخانات فيمكن اختيار حرفا أو رقما وباعتماد مبدأ الضرب في العد نحصل على 36 مضرب بنفسه خمسة مرات ونحصل على 60.466.176 إذن عدد روحات السيارات الممكنة هو 60.466.176 لوحة إلى هنا أعزائنا الطلاب نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله